قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين ان روسيا لن تسلم المتعاقد السابق مع وكالة المخابرات الامريكية ادوارد سنودن الى الولايات المتحدة واكد ان سنودن ليس عميلا روسيا وان اجهزة المخابرات الروسية لن تعمل مع الامريكي الهارب سنودن ما زال علقا في صالة المرور العابر بمطار موسكو لاسباب قانونية تتعلق بالغاء سرايان جواز سفره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبين الوضع اذا اراد ان يذهب لأي مكان او وجهة ما ستقبله فلا بأس اذا اراد البقاء هنا فلدينا شرط واحد عليه الا يعمل الاستهداف او ايذاء شركائنا الامريكيين رغم ان هذه العبارة تبدو غريبة اذ انطقوا انا بها لقد طرح سنودن نفسه مناضلا من اجل حقوق الانسان وهو لي يوقف نشاطه فعليه اذا ان يجد بلدا لنفسه للرحيل اليها متى سيحصل هذا؟ للأسف لا ادري لو انني اعرف لقلت لكم رئيس الاكوادور حيث يعتقد ان سنودن كان يريد التماس اللجوء قال ان مصير سنودن هو بيد روسيا لان الاكوادور لا يمكنها النظر في التماسه الا اذا بلغ الاكوادور او احدى سفاراتها بعض المراقبين يرون ان سنودن لربما غامر بالرهانية على ملاذ لا يبدو الان مضمونا تماما زهداركي بي بي سي